خلص اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في نيويورك إلى أن التزام الأمم المتحدة باستقرار لبنان يقع في صميم القرار 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة وتعهد المجتمعون العمل معاً لحجد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات الدولة وشددوا على أهمية استمرار التزام كل الأطراف اللبنانيين بأعلان بعبدة وسياسة نائي بالنفس إضافة إلى الضرورة الملحة لتأليف حكومة قادرة وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وأقر المجتمعون بالأعباء الضخمة التي يمثلها تضفق اللاجئين إلى لبنان وصلت الضوء على الضرورة الملحة لزيادة وتسريع الدعم إلى كل من اللاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة من ضمن استجابة إنسانية وتنموية مناصقة رئيس الجمهورية لعماد ميشيل سليمان من جهته أكد خلال لقائه الأمينة العام للأمم المتحدة بنكيمون التزام لبنان القوانين والمواثيق الدولية وأهمية تجيع الأطراف الداخليين والدول الإقليمية المؤثرة على وعي أهمية إعلان بعبدة وضرورة التزام به قولا وفعلا وفي كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان رأى سليمان أن الاستقرار يمر من طريق استمرار العمل على تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة إضافة إلى ضبط الأوضاع على طول الحدود ومحاربة الإرهاب وتطوير النظام السياسي لسيما مواصلة البحث للتوافق على استراتيجية وطنية للدفاع حصرا عن لبنان اشتركوا في القناة